الكثير من علامات الاستفهام أثارتها تغريدة جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حين غرد قائلاً أن رجب طيب أردوغان سيكمل مهمة اجتثاث داعش في المنطقة لكن مراكز أبحاث ومتخصصين في شؤون الجماعات الإرهابية يؤكدون أن أردوغان استغل داعش وأخواتها من أجل احتلال الأراضي السورية وبالتالي فداعش مصلحة تركية في الأساس وعلى مدار السنوات الماضية حصل الإرهابيين على أسلحة ومتفجرات وإمدادات لوجستية من 13 شركات تركية بحسب تقرير لمؤسسة أبحاث التسلح في الصراعات نشر العام 2016 كما أكدت منظمة سوك هولم للحريات أن الجنوب التركي يحوي بؤر ومراكز تدريب للإرهابيين وإرسالهم إلى سوريا ما يفتح الباب لسؤال المشروع كيف ستحارب تركيا الإرهاب الذي ساعدت في انتشاره ورفضت الانضمام للتحالف الدولي ضده الذي بدأ العام 2014 ولا يخفى على أحد وهنا تجب الإشارة إلى المخابرات الغربية وتسريبات وسائل الأعلام حتى التركية منها الدور التركي في دعم داعش وفتح الممرات الحدودية لعناصره القادمين من دول عديدة ليس أقلها الفضيحة الكبرى التي فجرتها صحيفة جمهورية التركية وكيف أن المخابرات التركية نقلت عبر شاحنات الصواريخ وقذائف إلى الإرهابيين في سوريا عام 2014 واعتقلت سلطات تركية على إثرها رئيس تحرير الصحيفة جان دوندار وحكمت عليه بالسجن بتهمة إفشاء أسرار الدولة وفي العام 2017 حذر رئيس تركي من أن داعش سينتقل إلى سيناء في مصر ودول أوروبية وذلك بعد نحو شهرين من تسجيل صوتي لزعيم داعش أبو بكر البغدادي أشار فيه إلى أن مرحلة السيطرة على المدن انتهت بالنسبة للتنظيم دعيا أتباعه إلى شن هجمات بالسكاكين والسيارات المفخخة وآخر فصول دعم الإرهابيين كانت في ليبيا بعد فضيحة ضبط أسلحة تركية كانت في طريقها إلى الإرهابيين في البلاد وعلى إثرها طالبت السلطات الليبية الأمم المتحدة بمحاسبة تركيا وردعها وبعد التحول في السياسة الأمريكية بالمنطقة وترك قوات سوريا الديمقراطية التي ساهمت في دحر داعش عرضة للمطامع التركية فإن الدور الذي أوكله ترامب لأردوغان يجد ترجمة أخرى في أنقرة التي وجدت الفرصة ثاني حالي زعزعت الاستقرار في الشمال السوري ويرى مراقبون بعد تغريدات ترامب الأخيرة أن المرحلة الحالية ربما تستدعي استخدار داعش مرة أخرى لإعطاء النظام التركي ضوءا أخضر لتنفيذ مخططاته بشرق الفرات اشتركوا في القناة